الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050 جاء ذلك خلال مؤتمر حضره وعدد من الوزراء والمسؤولين فضلا عن عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية وخلال كلمته أكد مدبولي أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر كما أضف مدبولي أن تغير المناخ يعد واحدا من أهم القضايا التي تخضى بالاهتمام لدى مصر وعلى مستوى العالم قال الرئيس الأوكراني فضل عدمي زيلنسكي أن القوات الروسية دمرت بالكامل منطقة دونباس شرق البلاد وخلال خطاب عبر الفيديو اتهم زيلنسكي موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة وأضف الرئيس الأوكراني أن روسيا يحاولون زيادة الضغط وصفا الوضع في المنطقة بالجحيم أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار دولار وجاء تصويت المجلس بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11 وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة أمريكية لأوكرانيا حتى الآن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جانيفر جرانهولم أن إدارة رئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسية وأضافت جرانهولم أن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على موسكو سحبت نحو مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا من الأسواق العالمية وأن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل مليون وخمسمائة ألف برميل أخرى يوميا بحلول نهاية العام ارتفع التدخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان في إبريل فوق هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2% مسجلا أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وتسببت الزيادة في تكليف الطاقة والسلع الأولية في ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.1% في إبريل مقارنة معه قبل عام ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن رصد 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 193 حالة ظهرت عليها أعراض وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 222.775 حالة مؤكدة هذا ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 5218 حالة أما رياضيا فتعادل تشيلسي مع ضيفه لاستر سيتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانفرد بيرج في الجولة 27 من الدور الإنجليزي بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة في المركز الثالث بينما أصبح رصيد لاستر سيتي عند 49 نقطة في المركز التاسع نهاية موجزة ثمنة نعود استكمال باقي فقرات صباح خير يماصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر